البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وجه الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأيضا لعاهل المملكة الأردنية الملك عبدالله الثاني وطبعا الأمين العام للأم المتحدة أنتونيو جويترش على دعوتهم لعقد المؤتمر الدولي زي ما حضراتكم عارفين حول هذا الوضع الإنساني في غزة بكرة إن شاء الله في عمان الأردن فرانسيس الحقيقة وكما جرت العادة هو رجل محب للسلام وطالما سعى لإنهاء الصراعات حول العالم ويمكن كتير مننا يكونوا عارفين دوره في إنهاء الحصار على كوبا ودمجها داخل المجتمع الدولي مرة تانية البابا فرانسيس قال وده طبقا لوكالة أعكي الإيطالية للأنباء النهاردة أنه بينما أشكرهم اللي هو فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني والأمين العام الأم المتحدة بينما أشكرهم على هذه المبادرة المهمة أشجع المجتمع الدولي على التحرك بشكل عاجل وبأي وسيلة لمساعدة سكان غزة الذين أنهكتهم الحرب ويجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى الذين يحتاجون إليها ولا يمكن لأحد أن يمنع ذلك أضاف كمان في كلمته أنه أشجع المفاوضات الجارية بين فلسطين وإسرائيل حتى لو لم تكن سهلة وأمل أن يتم قبول مقترحات السلام لوقف إطلاق النار على جميع الجبهات وإطلاق صراح الرهائن على الفور لما فيه خير الفلسطينيين والإسرائيليين على حد تعبيره طبعا زي ما تعرفين بابا الفاتيكان كان دعا إمبارح يوم الحد تحديدا دعا إسرائيل ودعا حماس إلى قبول فوري لمقترحات وقف إطلاق النار وإطلاق صراح الرهائن وطلب بوصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة بشكل عاجل اشتركوا في القناة